سلام عليكم كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله ويبقى احلى رمضان في حياتنا ان شاء الله السنة دي وبرده السنة جاي يكون احلى رمضان واللي بعدها واللي بعدها ان رمضان غالي قوي علينا بس انا عايز اقول لكم على الحاجة سريعة جدا انا واحنا بنصوم ليه اصلا يعني فكرة الصيام هل هو ربنا سبحانه وتعالى منتظر مننا ان احنا نصوم فهاهوى ملكه يزيد مثلا لا حاشة لله احنا بنصوم عشان ربنا سبحانه وتعالى امرنا نصوم عشان احنا نتق الله سبحانه وتعالى يبقى الهدف من الصيام لعلكم تتقون بس في نقطة كمان احنا بنصوم علشان ربنا سبحانه وتعالى يوقفنا قدام نفسنا يعني ربنا بيقول لك وانت صائم ومش بتاكل ومش بتشرب بس تصلي بس بتقرأ قرآن بس بتصلي التراويح بس انت بتحافظ على غض بصرك بس أنت بتحاول تذكر الله سبحانه وتعالى ما تضيعش وقت بتحاول تحسن أخلاقك فأول حاجة بليه بنصوم عشان ده تدريب عملي جدا جدا على تهذيب النفس وتغيير السلوك اللي احنا كلنا بندور عليه كمان نقطة مهمة جدا الثواب يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدينا عن كل عمل حسنة والحسنة بعشر أنثالها بس في نقطة تانية خالص بقى إن الصوم لوحده ربنا عز وجل جعله خاص به فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة الصوم لي وأنا أجزي به يعني إيه بقى تخيل كده حضرتك وحضرتك واخدى الهدية دي اللي هي الصيام ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيجزيك على الصيام ده زي ما انت صمت فأتقن صيامك أحسن صيامك يعني خليك مركز في الصيام بتاعك وإن شاء الله تعالى نطلع بتواب الصيام ده الصوم لي وأنا أجزي به يكون عفو وغفران ورفع الدرجات ونكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعشان كده إحنا بنصوم عشان حاجات كتير قوي اللي أبسطها خالص أن انت تبص انت هتاخد سواب قد دي لأن انت عند ربنا مقامك عالي قوي أن انت مع الصائمين وربنا تقبل منا ومنكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا